أهلا بحضراتكم مرة تانية والحديث يبتدي من أمبي لأنها مباراة زي ما قلت لكم في بداية الحلقة جد في ظروف صعبة جدا وفي توقيت مهم جدا هي بمثابة حتى اللحظة أتوقع يعني أتوقع أنها الخطوة قبل الأخيرة عشان نروح للمباراة طبعا مباراة الأهم على مستوى الموسم الحالي وهو وهي مباراة الأهلي والودات في نهاي دوري الأبطال اسمحوا لي أرحب بضيفي بداية طبعا كابتن أحمد عادل بشرفنا النهاردة في السادسة مسأخيرة كابتن أحمد ومبروك ثلاثة بأنتم مهمين في ظروف صعبة وفي توقيت مهم جدا طبعا أبا بسعيد دايما أنا موجود مع حضرتك من الحلقات اللي بستمتع بها جدا أكيد مكسب مهم أكيد مكسب مهم وأنا بقول المباراة مباراة بيبقى لها مكسب كتير معنويا في ظل الظروف الصعبة اللي مر بيها تيم النادي الأهلي أو كفري النادي الأهلي أكيد مكسب مهم معنويا قبل طبعا بطولة غالية على النادي الأهلي إن شاء الله يكون دافع للفريق والجماهير والمجلس كله إن شاء الله نحق البطولة 11 إن شاء الله ويبقى هذا دافع علينا يمكن لحد آخر ثانية في مرات أمبي كان عندنا ثقة في لعيب النادي الأهلي ويمكن هذا اللي عودنا علينا دي لحيب النادي الأهلي عودنا على البلس تسعين ويمكن لأول مرة كان معي ابني في الأستاذ وهو ثمان سنين فقال لنا عايزة راح المباراة فراح المباراة جات الدائد 90 فلا يتوا بيعاية يعني إن الأهلي خسروا طرق يعني لسه والحمد لله يعني هو اللي فرح معي في النادي 97 فالحمد لله الحمد لله دروح الفنيلا دي شخصية الأهلي اللي معاودنا عليها اللعيبة وزي ما اتكلمت دايما مقاومات عند اللعيبة المقاومات عند الجهاز مقاومات عند مجلس الإدارة مقاومات البطولة وده اللي معاودنا عليه لعيب تنادي الأهلي ايه اللي عجبك في مطش مبارح كورة الروح الروح وكورة واللي عجبني أكتر جرئة مستر المسلماني في آخر 10 دقائب هذا الجرأة الهجومية اللي كانت عند مستر المسلماني في الدفع بالتغييرات مع عاودة حسين الشحات ومبرح أنه يعني أنا حسنت أن الرجل بيلصب يعني يعني إصابة كريم فؤاد وأطمينكم الحمد لله يعني إن شاء الله بإذن الله إصابته خفيفة وإن شاء الله بإذن الله يكون جاهز مطش الوداد لكن هو يعني إحنا حتى ساعتها عادي نتكلم مين مين ينزل مكان كريم فهو رجع الشحات وراء وقرر أنه أنا توقعت أنه ممكن متولي يكون لي دور في التوئيد بس يبدو برضو أنه تدخل متولي بعد يعني غياب طويل في المباراة زي دي وفي الظروف زي دي ونتيجة زي دي تبقى مغامرة كبيرة جدا لا أكيد مغامرة حرصا على متولي ليس مغامرة أنه ندفع بمتولي يعني ما أصدتش أنه هجامل هو بعد غياب وليس هرجع من الإصابة طبعا أنا التغيير ده توقعته أنا هيرجج حسين لأن كان مهم جدا أن أنت تهاجم تهاجم وحسين عنده مقاومات الهجوم حسين عنده مقاومات الهجوم ويؤديها بشكل كويس حتى في آخر حوالي في الضيئة 87 أو 88 كان فيه تعليمات من كابتن سامي أمسان إن حسين يستلم من على 18 من قدام 18 الخسمة 18 أمبي ما ينزلش يستلم من نص الملعب فدي كانت من أهم أنا بشوف أنه من أهم التغييرات اللي مستر المسلمين يشتغل عليها كويس مع نزول زياد طارق مع نزول حسام حسن بعض التغييرات أكيد كان لها إضافة قوية مع الهجوم اللي كان من ناحية عالي معلول بالأخص في الشوت الثاني وده اللي كان المطلوب يمكن هنا كنتك لعيب بقيمة زي عالي معلول إنه يبقى موجود في المكان دوت وخصوصاً دايماً طريقة اللعب لما بنقول 4-2-3-1-4-3-3 الباك العكسي بيبقى بيبقى واقف لكن المقاومات الهجوم أو المقاومات اللي عند علي معلول بخبراته الكبيرة جداً إنه يبقى موجود في المكان ده فأكيد هذا اللي بيفرق هنا كمتك أنت كلعيب وأكيد يعني فوز مستحق لنادي الأهل المبارح وقد مرحباً